جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم لها سؤال طويل بعض الشيء تقول فيها للجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام غير جنة الخيدة التي ذكرت في القرآن كما أرجو أن تساعدوني في إزالة الحيرة في فهم هذه الآيات حيث أن الأمر قد اختلط علي ثم تذكر أطرافا من الآيات فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا وكذلك إلا إبليس كان من الجن وأيضا خلقتني من نار وخلقته من طيل وتسأل هل معنى ذلك أن إبليس من الملائكة أم من الجن وكيف يكون ملك وهو مخلوق من نار وجهونا وأزيلوا عنا مختلط علينا جزاكم الله خيرا أنت يلا ألا التي أخطأت على نفسك في الدخول في هذه الأمور التي ليس لك منها فائدة هذه الأسئلة ليس لك منها أي فائدة لو سألت عن أنواع التوحيد وعن شروط الصلاة وعن شروط الوضو ونواقض الوضو وسألت عن أمور دينك لكان هذا المتعين وهو الذي فيه الفائدة أما الجنة التي مخرج منها آدم هل هي جنة الخلدة أو غيرها هل إبليس من الجن أو من غير الجن أماذا تستفيدين من وراء ذلك فعليك لترك هذه الأسئلة والاشتغال بما فيه نفع لك ولغيرك من أمور الدين وأمور العقيدة إذا أذنتم لشيخ صالح يبدو أن صاحبة الرسالة من صاحبات الاطلاع يبدو أنها قرأت هنا وهناك ومرت عليها هذه الأفكار وهذه الملابسات وحينئذ تسأل عن الصحيح جزاكم الله خيرا نحن لا نريد أن ندخل في هذه الأمور لأنها ليس فيها فائدة لها ولا للمستمعين ونوصيها أن تكف عن هذه المطالعات وأن تطالع ما ينفعها في أمور دينها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذن الغوص في مثل هذه المسائل للشيخ صالحة فيه توليه معين نعم الغوص في هذه الأمور لا يأتي بفائدة بل قد يأتي بالمضرة والحيرة والشكوك ولو كان في هذه الأمور لنا فائدة لبينها الله لنا سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر